بسم الله بدينا وعني بيصلينا اللهم صلي وسلم ومبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عصلا إمام مرحبا بكم ونسك كل شنية حوالكم نباس إن شاء الله كلكم تكونوا في خير وفي صحة وفي نعمة يا رب العالمين اليوم يا صديقاتي نهار التصنيف اليوم بش نوري إحباكتي الخالتي وقررت يا صديقاتي نحضر لها عشاب بنين وخفيف إن شاء الله هكا تعجبكم فكرة اليوم وإن شاء الله تعجبها هي قبل نسك كله الطبيعة الحصيل وصديقاتي هاكم معايا بش نوريكم الخطوات متاع عشان اليوم أفكار بسيطة وعشان هكا برغم إنه ما هوش مكلف برجة ولكن بنين ومضخم وينور هكا الوجه قدم حتى ضيافكم المهم أول ما بش نبدأ لبنيت بش نحضر تاجين هذا يتسمى تاجين نعرق أول حاجة عملتها قصية البطاطا عملتها بشكل مكعبات حطيتها في الزيت تتقلية ماذا بيكم ما تخلوهاش برشة في الزيت يعني تبدأ بيضة شوية تخرجوها بش تكمل طيابها مع التاجين وبعد ما نكمل البطاطا متاعي بش نقص البصل ونحضر الدجاج ولا اسكالوب ولا الحم كل واحد يحط في التاجين متاعه هنا حطيت راس بصل قصيته طريفات صغيرين هو بيدو وبش نحط معاه الانا ديما انها من التاجين اكترية بسكالوب خاطر اسكالوب يزكاء كما نقوله نحنا وبش نفوحه وحطيت الكليل والزعتر والملح والفلفل اكحر والكوركم وتابلو كروية وشوية زيت وبش نحطهم يتجلو وعطيتهم شوية ثوم انا قصيته هنا انتم ماذا بيكم ترحوه الثوم بتاعكم نحطوه على الجاز ونخليه تيجلاه في عقله وهكا نحركو على جناب بش ما يشدش ونزيدو الماء ونخليه تيب معناتها حتى ليني اكل الماء متاعوي يشربوا الكل يبقى كانك الزيت والبصل بش من بعد انا نخلطهم في التاجين متاعي هنا اليوم بدل نستنسى انهرسوا اسكالوب متاعي في المهرسة اليوم عملتوا هكا قصيته بالمقص ولا بالسكينة كما تحبوا لكن طريقة الاسرعة هي المقص يسهل عليكم برشا في الكوجينة في القصة وطوه بش نمشي نقص المعدنوس ماذا بيكم العواد تخلوا منهم المعدنوس لانه مرة اخت يرحم ولديها جات يرحم العواد معنتها مهمين ومفينين للصحة واصلا المعدنوس به برشا حتى للكلاوي وطوه صديقاتي بعد محذرة المعدنوس التاعي بش نمشي نحذر الخليط بتاع الطاجين هنا عملت البيض عملت هنا ستة بيضات ديما نقول لكم العظم يا لبنات كيت حلوه حلوه في صحفة بالكعبة بالكعبة بش ما يفسد لكمش الخليط في صورة ما كان في كعبة غير صارحة بعد ما حليته الكل وتأكدت من سليمته طوه لبنات بش نحط معاها هكي اسكالوب اللي انا قصيت وطريفات صغيرين معاها بصلي المتاعه والزيت الخليط نسميه هنا وهنا حطيت البطاطا كلي قليتها قبل مش نبدأ توابعنات هالمكونات اللي حضرت مكلنا نحطهم في الطاجين بتاعي هنا حطيت المعدنوس راهوا لبنات نجمه تبتكره وتنجمه تزيده كل حاجة تشوفوها راهوا في الكوجينة مفهماش قاعدة وعلى جد ما تعطوا للطنجرة على جد ما تعطيكم هنا عملت جبن طوابع نحنا نحطه في الطاجين جبن طوابع وتنجمه زيته تحطه حتى المفروم مش نجمه تحطه مفروم اكيد يعني جبن ربي وبعدين بش نحط شوية كريم فريش لش نحط مغرفة كبيرة كريم فريش يبنى نيسر راهوا الكريم فريش الطوابع الطاجين ولا المقرونة ولا الصوس زيته على المقرونة تجيباها ببنينة على الاخر فما حتش يكون يحط الكريم فريش في الشربة وهنا عندي الحليب حطيت هك شوية حليب ينصر راني نحكي على الكريم فريش في الشربة السوب اللي تبدأ بيضة مش سوب حمرة هنا خلط المكونات الدي وبش نزيدهم شوية خميرة باكو دي مرة ونحطه نحن الخميرة متاع القاتو خميرة مرتبات قلتانا خميرة باكو المهم وهنا بش نحط شوية جبن ربيته بيضايا وعملت شوية قفاح تابل وكروية نخلط هك المكونات هاي بيضايا خليها تجانس مع بعضها ونحضر الطبقة اللي باش نحط فيه الخليط ونحطه في الفرن انا بش نقول لكم اللي الطبقة متاعي بلار اللي بنات ما حطيتش فيه لا زيت لحد شي وتو تشوفو بعد ما يحضر الطاجين ليشد لي ولا شاي لأنو البلار ما يشدش وحاجه اخر انا حطى الزيت يعني حطى الزيت في الطاجين فديش هو مزيد في طبيعته وكالعادة اللمسة اللي متعودين بها عليها هي العظم في اخر الطاجين بعد ما نحط الطاجين في الطبق نعمل بكع بعظم نحلها وحط معاها شوية حليب هكا ونفوحها بشوية فلفل هك حلوة إلا لفح اللي تحبوا عليه بش نحى عزكم الله الزفارة مثل البيض والحليب ومشو نحطها نزينها هني زيتها شوية جبن جبن هذا بالمعدنوس دجا يعني شريته هو فيه المعدنوس وتو بشو نصفكم يا لبنات من فوق كين شوفوه المنظر طو تشوفوه المنظر والبنة والبنة وكد جرميش اللي تعطيها الطبقة الفجانية وقت لتحطوا البيض هني اللي بنات بش نحطها في الفرن نحطها على 180 درجة اللي حتى هكا دوب ما نشوها شدت روحها من لوطن وننقص عليها ونحل عليها من فوق عيني ميزيني دي ما راه ودجا هو كل شي طيب جثت العظم بشي شد روحه شوي شوفو صديقاتي ما شاء الله كيفش طلع كيفش تهز هكا الطاجين هذي بالعظم بالطبيعة وبالخميرة وهذا الطاجين بعد ما حضر هكا استحمر محليه وعملك التجرميشه متاعه من داخل فيه سف الطراوة وحاجة اخرى تو تشوفو كيفش ما شد ليش يعني ويحطوا كل طعم الحامضة متاعه شوفو هناك وتشوفو في الوسط كيفش اللون متاعه وراه نعمت لوش لشابلير لخبز لحد شي وشد روحه منه فيه خطر العظم تخليه يشد راهو الطاجين هذي هي الشكل متاعه نهي سخون راهو ما زلت نحي فيه وهو سخون صديقاتي الله غالبا كل شي بزربة ووقت ليل ونصيحة مني ايكم ما تعشو شماخرتي ما تعشو بكري هكا كي يكون معدتها الميكلم تيحكم تبدأ صحية وجي هز الهابني ما يتقلقش حوك انا صايح مني لكم وان شاء الله ربي يحفظكم وهذا شكل الطاجين النهائي نودكم ولا نشاهيكم وان شاء الله قسمكم في الجنة ودهو يا صديقاتي عندي جيج جيج عندكم في خاطمة جيج الورق اصدر الجوانح اي حاجة من الجيجة راهي صالحة بيش تعملوها كما بش تعملها انا تو اولا يا صديقاتي جيج متعكم تنظفوه تغسلوه تعملوه خل تعملوه قارس تعملوه ملح تنحولوه حشاكم هكا عزكم الله زفارة اللي فيه وبعدين تفوحوه اهنا بجو نحط كركم كليل زعتر كروية تابل ملح فلفل كحل خل قارس كل اللي عندكم تحطوه في الجيج راهو كمون ما عندكمش فكرة عالبنة اللي بش يعطيها بيقولوه هذي كل لفاحات نحط اي تحطوا لفاحات هذي الكل ودهو صديقاتي بعد ما حطيت لفاحات اللي عندي بحطيت عظمه في الخليط هذي متع الجيج تضطوه عظمه وتكملوه خلطه يعني بيضه وإلزوز حسب الكمية متع الجيج اللي عندكم وهنا صديقاتي ذكرت الي انا ما حطيتش الفلفل مرحي الاحمر وما حطيتش معاها شوية تابل وكروية حطت جوست الكروية فازت لفاح تحطو كم ما قلت لكم معنتها اللفاحات اللي تحبوها بالنسبة للفلفل مرحي راهو اختياري انا ما كون تعرفوني دي ما نحبك طعم الحرورية شوية في الجيج متاعي المهم توا بشو خلطهم بالكدين خلي هيك اللفاحات تجانس مع بعضها من مدة ساعة ساعتين حتى ليلة كاملة تحطوه في الفريجي دير في الثلاجة ومون غدوة تجبدوه تستعملوه هنا حطيت الفارينة بش نبدأ توا ان نحط الفارينة في الجيج متاعي نحضروه كانوا الجيج باني هذا هو اللي يجيكم الجيج مقرمش تحبو تحطولو شوية شاي حطو شاي يجيبني ميسري يخليها خفيف هنا بش نكمل نحط بقية الجيج متاعي بالطريقة نفسها مع انتالين نكملو الكل نجمو راهو اللي بنيت في بلاس الجيج تعملو اسكالوب مش معنتها ضروري انكم تحطوو الجيج برشا ناس يقولي الفارينة في الزيت راهي تتحركو ما هيش صحية معنىش بديل اخر معناتها بش نعملو غير الفارينة اللي عندها هكا بلي يقولولي هالمعلومة هادي صحيحة ولا ليه خاطر برشا يقولولي راهي مضرة الفارينة كي تتجليه في الزيت ونحنا مكثريت الحويج نعملو فيها الفارينة يعني كي بش نحطوها في الزيت اذا عندكم اي معلومة نورونا انشاء الله ربي ينوركم الناس الكل هنا يا صديقاتي وصلت كاملت الدجاجة متاعي او كفي الزيت هدية دو بش بعد ما حذرتو بش نحطو يتجلق شوفو كيفاش زينتو هنا وللا تقول علي مانيش حر حرة ولا مانيش حر للا حرة ولا مانيش حر حرة عني للا كانت المهم لبنيت واخيرا للا جات لي انت حرة بش نكمل نحطها من كلها ونخليهم يتجلوه في عقل عقلهم ما نحركهم شبرشة هناك نحسهم صييمة انت تتجلوه على الشيرة هذيكا ما نبقاش نحرك فيهم ونقلب البرتين نعطيها حقها في الجليان وبعدين نقلب للشيرة الاخرى هكاكا نعملو هكاكا تجيكم ونجرمشها وما تبداش مليانة بالزيك ديما تخلو جيها طيب في معناتها حقهم بعد تكملو الشيرة الاخرى الجيها الاخرى لبنيت صايد جاجمتان يشوفو كيفية شكل لون اللي فيه راو هذا لونه ما انا قلتلكم ديما راهي الكاميرا تظلمني خاصة انا توقع دا نصور في اللي فما تصوروش البنة وما تصوروش الجرمش اللي فيه بامكانيات يعني بسيطة تنجمو تعملو حاجات في دبيراتكم حاجات كيف حكا في الشارع تتكلف ما تتكلف تعملوها في الدار تطلع لكم معناتها بنينة ونظيفة واناكدلكم اللي حتى عائلتكم بش يحبوها وبش هكا تعملو تعملوها اللي حسيلو صحة وبش فاليكم بالمسبق اذا ما زلتو ما جربتو هايش انا كنت عملتها رايي الوصفة هذي قبل جربوها وخلو لي راييكم هكا في التعليقات وتوالب نيت ما تختاش حتى الطاولة وقت لي نعملو جيج البطاطا المجلية الفريت مع شوق الجماهير نسميها انا قصيته هنا البطاطا مدعي شنقصة عادية نجمو تعملوها ديراندال وإلا تعملوها سوابع انتوما وما تحبو انا ديما نحبذ نعملها في الحاجات هذي معناتها كما جيج مصلي وإلا جيج مجلي وإلا هكا عشان تعمللي ديما نحاول نعمل فيها البطاطا تبدأ هكا سوابع ديراندال نعملها وقت لي نعمل المجلي الكذاب عرفتوها كل يبدأ من غير سمك لجيج حتى نحط فيها البطاطا الروندال وكده ابدأ مثلا عنتي كما تقوى نعمل البطاطا السوابع الفريت نقصه بالطول بش يجيكم الفريت متاعكم بلين حطوه في الماء حطوه معاه شوية خل راهو الخلي خليه يعملك القرم شاهنية بساي بعد ما ساخد الزيت متاعي حطيت الفريت بش نخليه يتيب في عقله زيدا ديما نقول لكم ماذا بيكم الطنجرة متاعكم بتحركوا ويش برشا تخلوها كلك سوى طنجرة وإلا مقلة وإلا ليغو كي تشوفوا اللون بداية تبدل وقتها حركوها وكما توقينا بش نحط الباب بيه ونخرج الفريت متاعي البنين اللي ديما هكا جيني بيه بش ننصحكم البطاطا يا لبنين دي ما تاخدوا اللي لونها غامق القشورها غامقة فمتاخدوش البيضة رهي البيضة ما هيش متاع قليين رهي متاع طياب انا كملت البطاطا متاعي وبيش نعمل مع التجاج والطاجين سوس سوس طمات هني حطيت بصل بش نقصوا طريفات هكا صغيرين ديما طنجرة تقول للا للا ديما طنجرة يزم فيها البصلة فما مراع للا كلمتني بحثت لي قلت لي راهي طنجرة من غير بصلة قلت لها راهي المثلة ذاكا راي للا ديما تقولها كيفاش الطنجرة جي من غير بصلة المهم هنا اللي بنات حطينا لبسال وحطينا طمات نقص هناها طريفات صغيرين الحاصيل واني قلت لكم اللي بنات راهو ديها حاجات سريعة نحنا كنا جيب حذية معن تجوني للدار نهار مولد ودول كل فعملت عشاوة لكن بإمكانيات عندها باللي متوفر في الدار وفي وقت تحذير السريع شوفوا انهاراني معملش حاجة بركة عملت برشة حاجات يعني تدخلوا ساعتين في الكوجينة تحذروا طاولة ما شاء الله تو تشوفوها وعطوني رايكم فيها للا منعرفش عجبتها ولا ما عجبتها تو تعرفوا رايها في الاخر بعد ما قصيت البصل والطماطم باش نزيدهم زيت الزيتونة زيت الزيتونة هي البنيت مع طماطمه وبصله ونزيدهم بسوهم كين تشموا الريحة أبن حاجة تاكلوها بالحق طماطم مع الزيت الزيتونة حاجة هي لبرشة باش نحطهم يتشوهوا يعني ماذا بينا زيت يتونا من قلوش ببرشة نحطهم يتشوهوا نزيدهم شوية ما ديما تحطوا معاهم اقطيرات من الماء وهذا الثوم صديقاتي حطيته هنا باش نهز التنجرة متاعية نحطها على الجهاز نخليها تطيب على نار هادية حتى لين هكا طماطم الكل تتبلي هكا تتحلى معاك البصل وتسيب الطعم متاحها باش نزيدها هنان ماء وباش نبدأ نفوح فيها انا شنو حطيت لها حطيت لها مغرفة طماطم معجونة نحط لها مغرفة نص مغرفة هريسة عربي بالنسبة للناس اللي معلتها مطيقش الحار تنجم تعمل حتى شوي وإلا تستغني عليها هذية نص مغرفة هريسة عربي نحط معاها شوية تابل وكروية ملح الفلفل لكح الفلفل مرحي أحمر هسيلوا البهارات اللي عندكم تحطوها فيها وراه يتجيب نينة انا راني نفوح الطنجرة بالكديه وتعطيني لحقيقة ينفوحها اكل الفحات هذي كتخرج معناتها تعطي الطعم متاحة في الطنجرة متاعكم في الماكلة متاعكم هنا هني حطيك الفلفل مرحي أحمر وحطيت تابلو الكروية ملح ملح ان النار يبنيت بعد ما حطيت البهارات متاعي لكل الفحات بشن نحرقهم وبعدين نزيدها الماء ونخليها طيب على نار دي ما كما قلنا نار هادية من قوش عليها بش ما يتحرق لانها السوس دي جا الطماطم الماء اللي فيها ما يكونش كمية كبيرة يعني دي ما تردوا بالكم انكم تقول الجاسفة تنشح لكم الطنجرة هو وجي طعمها مش بني هني هاي السوس متاعي حضرت شوفوك المنظرة اللي فيها كي ما قلت لكم وراني صور في اللين يعني التصبير تظلمني شوية في الألوان المهم هنا لبنات لما تخطنيش ما يخطنيش اللمالح في الطاولة زيتونة خضر زيتونة كحالة شوية معناتها منقوة نقولوا نحنا فلفل برلعبيت حاجات هكاكة شوية ميوناز هنا للي يحب يحط فلفريت ولا يحط حتى مع الجيج ميوناز يجيبني نيسر حاجات سهلة في الدار هكا وتعملوا عليها كيف فصلتها كنت قصيتها وفي بالي صورتها صورتها انا اما بفصل سهلة برشط ماطم خصوا وخياروا معاهم شوية بصل اكيد البصل وجبن هنا حطيت عندي شوية جبن بالمعد نوس كما اللي قلت لكم عني فتاجين هذيك حطيت منه في السلطة بش نخليها منيش بش نفوحها نحنا سلطة نخليها هكاكة نعمل الصوص متاحها قارس وملاح وشوية فلفل اكهل شوية زيت زيتونة ونحطها على جنبة اللي يحب يزيد في صحنه يزيد واللي ما يحب انا برسونيل ما نحب هكاكة الورق تبدأ تتجرمش معناتها تبدأ وهنا صديقاتي عندي الخبز المتاعي ندور قصيته وطريفات هكاكة وحطيت البابي في الكربية متاع الخبز هنا بش نحطهم على الطاولة توابش النظم طاولتي بش ننحي الناب هذي ونحط الناب اللي خيطتو عند الخياط المرة الاخرى تتصورتلكم بش تشوفوه كيفاش تلعف الطاولة متاعي هكا في وقت عشاء وإلا فطور الصباح منيش نحط فيه ديما الجزت هكا بش يعطيني هكا المنظر الحيوي الفير هكا يحيي لي الطاولة شوي وتوايا البناد بش نبدأ نحط الأطباق متاعي اولا بش نحط الغلة هذيك في الوسط بعدين بش نحي بش نحيا منيش عارفة اينا دي مرة هو طباق الغلة نحيل ونحطه في الطاولة خاطر تبدأ الطاولة ما شاء الله كل مرة نحطه في الطاولة ولا نحطه بجنبنا يعني ما نحطوش فوق الطاولة متاع الأكل هنا جبت الكيسان متاعين دي ما ننصحكم تحطوه في الطبق كي تبدو بش تهزوا للطاولة زرتو كي تبدو مش في الكوجينة هكا كمعناتها قريح لكم وحتى تستحفظوا على المعون متاعكم جبت كيسان الجو كيسان الماء غزوز ولا جو احنا شربنا غزوز وجبت صليطة متاعي هذية بش نحطها والدجاج وهذا الطاولة يا صديقاتي المنظر المنظر يتكلم واحد كين تشوفوا البنة انا راهو بالحق مانيش نشكر في روحي اما المايكلة نحبها تبتا فاوحة شكور ما يحبش المايكلة فاوحة اما من الحقيقة تعطيني الطنجرة معنتها كلي جيني ديما المايكلة بنينا من الابسط الاشياء يعني انا ما نتكلفش برشة و جيبنينا وحطيت الخبز بيانسور بش نحط دواقع هكل المالح اللي انا كنت حطيتهم في الصحينات الصغيرين جونا التونسي وبش نحط زادة معهم كل حاجة ناقصة بابي سيرفيات حطيت الفراشط هنا الفريت بش نزين بيه الجيج نجموا هكه تبتكروا اللي بناية طيما الطاولة انتو ما كيف يعني كل واحدة كيفاش تحب تتخمل هنا جبت فراشطم دي حطيتهم على البابي سيرفيات هذي طاولتين ودكم ولنشاهيكم وان شاء الله قسمكم منها في الجنة المايكلة بنينا الحمد لله يا ربي الحمد لله وشكره لله للي عجبك العشاء ربك الصحي يسلمك للي عجبها العشاء اللي حصيلوا هكه باشياء بسيطة عملنا عشاء مضخم هكه عملنا عليك كيف ان شاء الله ربي وجدها نعمة شوفوك اخرجت منها برافو عبيت نقول لكم يا البناية تراكم بابسط الامكانيات تنجموا تفرحوا تفرحوا الناس اللي معاكم تعملوا كيف على طاولتكم مش بنلازم الا ما يكون فيها معنتها مصروف كبير ان شاء الله ربي وجدها نعمة ويديمها ولا يحرمنا ولا يحرم مومن منه النعم اللي لا تحصى ولا تعد صديقاتي ما بقى لي تواكم بشو نقول لكم ان شاء الله فيديو ديو من الاعجابكم ان شاء الله تكونوا هكه اخذيتوا فكرة استفدتوا اعطيتكم هكه حاجة بسيطة تنجموا حتى تبارى لليوم و للغدوة ان شاء الله نخليكم على امل الليقابيكم في فيديو جديد اذا ربي حب وعطنا الصحة و العمر والوقت متنسوش اللايكات متنسوش الاشتراك و متنسوش بش تفعلوا الجرس عندي برشة ما قلتش تفعلوا الجرس بش يصلكم كل جديد مني و اذا عندكم اي تساؤلات اي اقتراحات مرحب بكم كل اذان و صاغية صديقاتي العزيزات نشكركم برشة على وجودكم معايا في امان الله و في حفظه و في رعايته اشتركوا في القناة